دكتور حسام هزع يعني خل الكلمة معكم النهاردة انا بنائش بفتح ملفات مهمة تنموية اقتصادية بدأت بالزراعة لان مصر زراعي ومبارح احلامنا الصناعية بدأت الصناعة كان مبارحة النهاردة سياحة ونكمل في ملفات الاعلام التنموي اللي احنا عايزين نحط ايدينا على المشكلة عشان نحلها او مخترحات حضرتكو تقولوها لمتخز القرار او تشرحون ان الوضع المثالي الكلمة معك الحقيقة طبعا هو احنا الفترة اللي فاتت بعد كوفيد بالزات هنبتدي بقى بعد كوفيد تم وضع خطط معاناة واستراتيجيات طبقت على ارض الواقع فزادت الاعداد عما كانت عليها في قبل بمعنى ان احنا من وجهة نظري محتاجين تسويق اكتر بشكل يواكب التكنولوجيا والسوشيال ميديا وكل حاجة لان التسويق بيذكر اي سايح او الدول المصدرة للسويح بالدولة المستهدفة لان فيه منافسة من دول اخرى يعني مصر مثلا فيها كل الامكانيات فيها كل المقاومات فيها كل الشواطئ فيها الاثار فيها بس ده مش معناه ان السايح هيجيلها لان لازم احنا نذكر السايح او دول المصدرة للسياح بعملية الماركتين بقى الحوافز التسويق بشكل يومي 365 يوم في السنة مع وجود طبعا السيرفيس والخدمات لان احنا الفترة الماضية المواقع السياحية المجلات السياحية منظمات السياحة العالمية اشادت بمصر كدولة من الدول في 22 و23 كوجهة سياحية خلاص يمكن فترة الكوفيد اثرت تأثير سالبي ما كانش فيه معارض دولية وبرصات دولية للحضور فيها ابتدت مع نهاية 22 وبداية 23 حتى المانيا ابتدت في 23 قبل كده لقى فاحنا لازم الطريقة اللي كانت قبل كده كانت طريقة نمطية قبل فترات يعني عايز اقول ما كانتش بنفس القوة الحالية فالدولة لازم الفترة القادمة بالاضافة للتسويق لازم يبقى فيه عندنا السمى المفتوحة اللي هو الطيران الشارتر اللي ينزل بكافة عايز اقول بكم كبير في كافة المحافظات السياحية ويكون مسموح له الاستثمار في الطيران لان مصر دولة محاطة ببحر ودول اخرى في ما ينفعش فيها السياحات لازم طيران فانا سيبقى عندي الطيران ينزل في البحر الاحمر ينزل في جنوب سيناء ينزل في القاهرة ينزل في مرسعة ينزل في الاقصر ينزل في اسوان ينزل في العالمين وطبعا الطيران ده محتاج استثمارات ضخمة ومستثمرين مصريين واجانب يدخلوا فيه عشان تزيد يعني انا لما يكون عندي مثلا رحلة واحدة لغاية الهند والهند فيها عدد سياح كبير جدا في الاسبوع طب انا ازاي مثلا هقدر اجيب سياح من الهند بالشكل غير التسويق يعني غير التسويق انا محتاج طيران عدد طيران هو ايه اللي هيدفع شركة الطيران او شركات الطيران مش بكلمة عشان مصري الشارتر المكسب طالما فيه زبون وفيه ربح هيروح ولا انا فيهم بلط طبيعي يعني ده مطلوب من مين الدولة او المستثمرين لا مطلوب من الدولة تتوفر ده للمستثمرين ان هم يقدروا ياخدوا طيران شارتر ويبقى فيه طيران ما بين يعني فيه ديستنيشن ما تقدرش التيران الشارتر والقطاع الخاص يدخل فيها اه واخد بها طيب